عملية عسكرية قادتها الإمارات وأسمتها إعصار الجنوب وأخرى أطلقتها مليشيات الحوث وأسمتها إعصار اليمن وبين الإعصارين وما تبعهما من تصعيد ثمت اقتصاد منهك يعصر كل يوم ومعه تعصر الأوضاع المعيشية لملايين المواطنين في اليمن غير السعيد فصل جديد من الحرب يدور حول ميناء الحديدة ويهدد أحد خطوط الشحن التجاري والملاحة البحرية ومناطق الاستياد والأسوأ أنه يغفل أوضاع الناس الصعبة وينذر بالمزيد من الأزمات الاقتصادية وأولى تداعياته أزمة خانقة في الوقود خصوصا في مناطق سيطرة مليشي الحوثي التي أغلقت مخازن شركة النفط في صنعاء أمام المستهلكين وخصصت أغلب المخزون لآليات القتال ومشرف الجماعة تحسبا لقصف ميناء الحديدة ردا على التصعيد ضد الإمارات والمحصلة هي إلقاء ملايين المواطنين في نار السوق السوداء إذ وصل سعر عبوة البنزين إلى مستويات قياسية وتعد أزمات المشتقات النفطية المتكررة من الأسباب الرئيسية التي رفعت أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني في البلاد وفاقمة الأوضاع المعيشية نظرا لتأثيرها على القطاعات الاقتصادية كالزراعة وصيد الأسماك والصناعة ولأن المصائب لا تأتي فرادة لحقت أزمة الوقود أزمة أخرى أشد وهي انقطاع خدمة الإنترنت لأيام وتسبب انقطاع الإنترنت في تعطل مصالح ملايين اليمنيين وخسائر كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوقف المعاملات المصرفية وكأنه لا يكفي أن خدمة الإنترنت في البلد هي الأسوأ والأعلى سعرا عالميا يتزامن هذا التصعيد مع حديث الإدارة الأمريكية عن بحث إعادة تصنيف ميليشي الحوثي منظمة إرهابية ثم تتصعيد آخر تتزعمه ميليشيات الانتقال في المحافظات الشرقية تسبب في تعليق شركات النفط لأعمالها وكل ذلك ينعكس سلبا على المواطنين ويوسع نطاق الفقر والبطالة والسؤال إلى متى ففي عهد نبي الله يوسف عليه السلام أغيث الناس وعصروا كدلالة على الخير بعد سبع سنوات شداد من القحط أما في زمن التحالف والحوث والانتقال وبعد سبع سنوات عجاف من الحرب لم يغثي اليمنيون وإنما يجري حصرهم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة dont لن أشتczne اشتركوا في القناة